بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحب بكم أعزائي الطلاب في الفصل السادس من مكرر علم النفس التربوي وده يكون آخر محاضراتنا إن شاء الله في هذا المكرر وهو ما يتعلق بالذكاءات المتعددة ومضام وضع مهم جدا من موضعات الحديثة في علم النفس التربوي تعالوا الأول نعرف إيه هي الذكاءات المتعددة ومن صاحب هذه النظرية طبعا نظرية الذكاءات متعددة صاحب عالم اسمه جاردنر هذا العالم بدأ يتكلم عن أساليب التعلم وأساليب التدريس وإيه هي مواطن القوة والضعف وكذا وبدأ يتكلم عن الذكاء باعتباره القدرة المهمة جدا على تحسين عملية التعاني بدأ يتكلم عن مهارات لابد أن يمتلكها الشخص لحل مشكلاته هذه المهارات صنفة في عدة مواقف مختلفة المواقف الشخصية والمواقف الاجتماعية والمواقف البصرية هنبدأ نشوف نوع كل ذكاء من هذه الذكاءات اللي هو صنفها في ضوء 9 أنواع من الذكاءات المتعددة هنشوف كل نوع تعريفه ومفهوم تعالوا نشوف النوع الأول من الذكاءات وهو الذكاء اللغوي اللغوي يتعلق باللغة القدرة على استخدام الكلمات وكواعد النحو والقدرة على استخدام المحسنات استخدام الشعر الإلقاء ساعات تقول الشخص ده عنده طلاقة ما شاء الله عنده ذكاء لغة ويستخدم الألفاز بصورة واضحة ساعات تجد إمام أو خطيب مسجد يستخدم لغة في الخطابة جيدة فيبه فيه نوع من الذكاء اللغوي الذكاء الثاني اللغوي الذكاء الرياضي اللغوي يستخدم في عمليات الرياضية عملية التفكير عملية حل المشكلات وده طبعا بيتميز بها اللي هم بيحبوا التخصصات الرياضية زي المهندسين والفزيائيين والباحثين وعلماء الرياضيات هناك الذكاء الشخصي اللغوي الذكاء اللي بيميز الشخص عن غيره من الأفراغ اللغوي أنه يكون له نمط يحدد يقول لك الشخص ده هذا الفرض له ستايل معين يعني له نموذج معين له ذكاء يعني بيظهر بشكل معين يميزه عن الآخرين زي العلماء زي الفلاسفة زي الحكماء أيضا هناك الذكاء الاجتماعي وهو القدرة على التصرف في المواقف الاجتماعية المختلفة الذكاء وقدرته على فهم الآخرين قدرته على التعامل مع الآخرين وده بيميز رجال الدين والسياسة لأنها تتصب بالفراسة والذكاء والحنكة أيضا هناك الذكاء البصري وهو الذكاء اللي بتعلق بإدراك النواحي البصرية إدراك الأبعاد لاتجاهات المسافات ساعة واحد يروح مكان لمرة واحدة فيكون لديه ذكاء بصر يعرف المكان يعرف تصفح المماكن والأبعاد والمسافات وساعة واحد تاني يقول لك والله أنا لو جت المكان ده خمسين مرة ما أعرف جتاني بالذكاء البصري عنده وقدرته على إدراك البصري ضعيف هناك أيضا الذكاء البدني كده الشخص على تحكم في حركاته زي السباحين زي ممثلين أيضا لما يكون المعلم عنده ذكاء بدني يستطيع أن يستخدم لغة البدن ولغة الإشارة في توضيح التعلم للطلاح الذكاء الطبيعي قدرة الفرض على فهم الطبيعة الحيوانات والنباتات والتصنيف دولا المزارعين والصيادين دولا الأطفال دولا الشباب قدرته على أنه يميز الطبيعة من حوله ده اسمه الذكاء المتعلق بالطبيعة نأتي للنوع الأخير اللي هو الذكاء الروحي وده بيتكلم عن الذكاء الوجودي وطبعا أصحاب هذه النظرية لن قدر على التفكير التجريدي لأنهم يفكرون في موارئ الطبيعة ولذلك يفكرون في الروحانيات في الإشياء الوجودية سبب الوجود ده أصحاب هذا النوع من الذكاء طبعا الذكاءات دي متتوفر بدرجات مختلفة لدى الأفراد بكده ينتهينا من المحاضرة المتعلقة بالذكاءات المتعددة ينتهينا من مكررنا علم النفس التربوي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته